الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محددكم خالد السعيد وناقشة المواضيع والقضايا وبإمكانكم دائما مشاركة آراء بي خانة التعليقات ويليت ما تنسون دائما قيمونا المقطع بالضغط على الزر الإعجاب واللايك حتى يصلوا المقطع لنهاء المنصة ويسبيد منها الكل واللي حاب يدعم القناة يقدر يشترك فيها بالضغط على الزر الاشتراك والسبسكرايب وحبذا يتابعوني على باقي منصات التواصل الاجتماعي أصرنا دائما موجودة في خانة الوصف فإحنا ندخلون الشعب العديد من المواضيع ومن ضمنها آخر أخبار الرياضة والمهتمين فيها ولا شك في هذا المقطع بيكون الموضوع مهم جدا وخصوصا لا صار فيها علاقة بالسياسة فالرياضة والسياسة لها علاقة وخصوصا لا دخلت فيها المنظمات العالمية الكبرى مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم أو ما يعرف بالفيفا ففيه مصطلح معروف اسمه الدبلوماسية الرياضية أو السياسة الرياضية واللي تستخدم الأحداث أو الفعاليات الرياضية كوسيلة لتأثير على العلاقات الدبلوماسية والاجتماعية وخصوصا السياسية مع الدول والمنظمات فهو الأموال طائلة اللي يضعونها لا شك أن وراها أهداف وخصوصا مع مونديال الفيفا لبطولة كأس العالم لرياضة كرة قدم واللي يعتبر أحد أهم البطولات العالمية اللي تنافس الدورات الأولمبية الرياضية ويهدف مونديال الفيفا لبطولة كأس العالم في مشاركة منتخبات العالم في دول تستضيف الحدث حتى يكون هناك فرصة لزيادة عرض وترويج سلع الرعاة أو المعلنين ويتم تسويق تذاكر وتغطيات الإعلامية وغيرها اللي لا شك كسبتهم مليارات من الدولارات أو اليوروهات وأحد الدول اللي تريد تستضيف مونديال الفيفا لكأس العالم وهي دولة قطر بعدما حصل تنظيم الحمدين في قطر على هالمونديال وهو مونديال الفيفا لبطولة كأس العالم أو ما يعرفه بمونديال قطر 2022 واللي لا تزال فضائح تنظيم الحمدين مستمره وخصوصا اللي سبق وبيناها في القناة وأظهرت الرشاوي اللي وصلت لكبار رؤساء الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرت القدم وتعدت حتى الرشاوي لتصل لشركات إعلامية ضخمة وليس ذلك في حسب بل حتى وصلت إلى شبكات جماعات الاختراق حتى تصل للأشخاص المؤثرين واللي بيدهم القرار فقبل أيام شدد جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرت القدم المعروف باسم فيفا واللي كانت تشديدها على اللجنة التنفيذية واللي ما كان لها رغبة في فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022 واللي لدرجة أنهم حتى يقيمون مونديال فيفا لكأس العالم في قطر تم تغيير التوقيت وحتى الشهور واللي يذكر أنهم بيجعلون في نوفمبر وديسمبر من عام 2022 واللي قد يتعارض مع بعض الدوريات الخاصة برياضة كرة القدم ووسط هالاتهامات اللي كانت تجي تنظيم الحمدين بالجملة واللي وصفتهم بالفساد وتقديم الرشاوي للحصول على استضافة البطولة وضح جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرت القدم الفيفا في تصريحاته للمنصات الإعلامية أنهم لم يكن يفضلون أن يتم استضافة تنظيم كأس العالم في قطر بل كان فيه إجماع على أن المنديال اللي بيقام لكأس العالم في 2022 يجب أن يكون في القارة الأمريكية ووضح بلاتر في تصريحات سابقة له أن منح قطر لتنظيم كأس العالم سيتم مراجعته من قبل وزارة العدل الأمريكية ومن الممكن أن يتم سحبه إن شاء الله حتى ينتقل لدولة أخرى وكانت النية أن يكون تنظيم في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ما تدخل شبكات تنظيم الحمدين بالرشاوي عبر الأموال اللي تحول نتيجة التصويت ليكون المنديال في قطر واللي فضحت العديد من قضايا الفساد والرشاوي اللي قامت تلاحق أعضاء اللجنة التنفيذية فيه الاتحاد الدولي لكرت القدم أو ما يعرف بالفيفا واللي سبق أيضا وتكلمنا عنهم في إغنات واللي وصلتهم شبكات الرشاوي من تنظيم الحمدين حتى يمنحونهم استضافة كأس العالم ويكون في دولة قطر لكن اللي تكون تدرون أن هدف إقامة مونديال فيفا لكأس العالم في قطر يعود لأمرين أساسيين والأول لعرض تسويق العقارات اللي فشل فيها تنظيم الحمدين وبشكل ملحوظ في دولة قطر والأمر الآخر اللي ينرجحه وهو حتى يستخدمون هالمونديال كقوى ناعمة من خلال الرياضة الدبلوماسية أو السياسة الرياضية حتى يحصلون على سمعة في المنظمات العالمية وقد يتعجب بعضكم يقول كيف يتم استخدام الرياضة الدبلوماسية والسياسة الرياضية وهو حتى يتم الحصول على هالسمعة يجب أن يتواجد المنظمات العالمية في الحدث أو المونديال الرياضي واللي بدون مبالغة يجعلها تأخذ الأرباح في الدولة المصدفة كاملة بدون دفع أي مستحقات جانبية فأن تواجد مونديال فيفا لكأس العالم مع المنظمات العالمية حتى يقام في دولة قطر لن يزيد المجتمع القطري إلا خسارة وزيادة الاستهلاك حتى يخدمون تلك المنظمات العالمية والشركات الراعية للحدث ويأخذون أرباحهم بدون مقابل فأن مجرد الحصول على السمعة في المنظمات العالمية لا يحصل بجني الأرباح كاملة بل حتى يتم تغيير القيم والمبادئ الاجتماعية وحتى القوانين في الأوطان وللعلم وسبق تكلمنا عن هالشي أن تنظيم الحمدين في قطر أقر في السماح بالخمور والكحوليات وأن يتم بيعها علنا في الدولة القطرية لا أولي تدرون أن الأدهى والأمر أنهم اسمحوا في الشذوذ الجنسي وسبق تكلمنا أن هناك فرق بتلعب بزي حتى تحتفل بتقنينهم للشذوذ الجنسي وسماحهم بهالقوانين ولا يظن البعض أن السمعة بتتوفر بعد ذلك فأن العديد من الدول اللي استضافت مونديال فيفا لكأس العالم ما حظت بأي نفوذ حتى يومكم هذا أو حتى سمعة ولا شك أن دور السلبي في إقامة مونديال كأس العالم في قطر بالذات يدور حول بناء الملاعب واللي بيكون حمل على المجتمع القطري وبالذات أنهم غالب المجتمع القطري غير مهتم في رياضة كرة القدم والأسوأ من ذلك كله أنه بعد الانتهاء من مونديال كأس العالم سيتم تكبيد المجتمع القطري بخسائر طائلة وخصوصا من ناحية أسعار العقار اللي لا شك ولا ريب راح ترتفع بطبيعة الحال ويذكر أن هناك مخاططات من بعض الشركات اللي مشرفة على الملاعب أنها ناوية تفك العديد من المعدات واللي من الممكن أنها تبيعها مجددا للدول الأخرى وهذا يدل أن الملاعب أيضا لن يتم الاستفادة منها وخصوصا بعد ما ينتهي مونديال كأس العالم ولا شك للي مطلع الموضوع ما خفى عليه كثرة الانتهاكات والاستغلال اللي كان على العمالة اللي جالسين يبنون تلك الملاعب واللي حتى يومكم هذا ما عوضوا العديد منهم بمستحقاتهم بعد عملهم في بناء تلك الملاعب وحتى بعض الفنادق واللي تمت مقاطعة العديد من الفعاليات القطرية من بعض الشركات والمؤسسات بعد ما انفضحوا حتى التزمت الحكومة القطرية في إعادة إصراحات في الأنظمة الخاصة بالعمل واللي كانت ولا تزال حتى يومكم هذا تماطل فيها الحكومة القطرية منذ سنوات عديدة فظهر التقارير تفضح الحكومة القطرية وأرباب الأعمال اللي يستغلون العمالة الأجنبية للساعات طويلة وبدون أجر وصل بعضهم لأكثر من ستة شهور خاصة تلك العمالة في ملاعب منشآت كأس العالم لمونديال 2020 واللي تم وصفهم بمعاملتهم لهالعمالة انهم جاسين يستعبدونهم وان الحكومة القطرية لم تنفذ التزاماتها أمام منظمة العمل الدولية واللي كانت طالبهم من عام 2017 وكانت ضمن المطالبات اللي أصرت عليها منظمة العمل الدولية بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور وعليهم إلقاء نظام الكفالة اللي يربط تأشيرات العمل لجانب بأصحاب العمل وحتى ثلتها العديد من التقارير والحالات اللي وجدت حتى منظمات إنسانية مثل الهيومن رايتس واتش انتهاكات الحكومة القطرية في إعطاء أجور غير كاملة وفي العديد من الوظائف من ضمنها حراس الأمن وعمال المطاعم والمقاهي وحتى حراس النوادي الليلية وعمال النظافة وأيضا عمال البناء ولا ننسى أيضا العمال اللي أيضا اشتغلوا في ملاعب منشآت كاس العالم لمنديال 2022 وما زالت الحكومة القطرية تضرب أسوأ الأمثلة في معامرة العمال الوافدين على أراضيها وتركت الباحثين عن الرزق فريسة للظروف واللي كانت آخرها تفشي وباء حزب الصين الشيوعي أو ما يعرف بفايروس كورونا الجديد واللي قامت تتكالب الأزمات على العمالة الأجنبية الوافدة في الدولة القطرية خاصة أن العديد من العاملين في ملاعب منشآت كاس العالم لمنديال 2022 كان أبرزها تهرب أرباب الأعمال من دفع الأجور والعديد من المطالبات الحقوقية اللي كانت مرتضة بمكان الإقامة وعلى كثرة التقارير اللي ترسل للإتحاد الدولي لكرة القدم أو ما يعرف بالفيفا فكان يدعي أنه يحارب أي شبهات ضد حقوق الإنسان في مختلف المتطلبات اللي تخص العطاءات وتحضير وحتى الاستضافة لجميع بطولات فيفا وغيرها إلا أن اكشفوا العديد من المراسلين والباحثين أن الحكومة القطرية تخفي العديد من الانتهاكات وخصوصاً أمام المماثلين الرسميين في الإتحاد الدولي لكرة القدم أو ما يعرف بالفيفا وبعد ما زادت الانتهاكات والفضائح اللي تطلع على تنظيم الحمدين في قطر أقر النظام القطري مؤخراً قوانين عمل جديدة وخصوصاً للوافدين واللي وصفوها العديد من الخبراء وحتى التقارير الإعلامية أنها مجرد قوانين سورية بيّنت مخاوف الحكومة القطرية اللي وضعتهم عند حدهم حتى يلتزمون بتعهدات اللي كانوا يرددونها وما يفون بوعدهم وليما نستبعد أن هالقوانين تبقى تسلمر سورية وفقط كلام من أجل تحسين الظروف الصعبة وخصوصاً بعد الضغط اللي جالس يحصل على العمال في بناء منشآت منديال كاس العالم 2022 وللعلم من هالحدث ما بقاله إلا عامين حتى يبدأ انطلاقه فقانون إلغاء الكفالة اللي أقرت به الحكومة القطرية وصفها أيضاً العديد من المنظمات الحقوقية أنه مجرد حبر على ورق وسيستمرون في انتهاك العديد من العمالة اللي مطرين أنهم يشتغلون وخصوصاً أن العديد منهم ما أسلم جور وللعلم أن الغالبية الساحقة من العمال الوافدين في قطر يدفعون مبالغ طائلة حتى يحصلون على تأشيرة العمل واللي تعتبر أغلب تلك المبالغ ديون على ظهور العمال واللي ما يمكنهم العودة بدون دفع هالمستحقات أو الديون والمحزن أن عاد منهم مصاب والآخر متوفي والحكومة القطرية بدون مبالغة ما عوضتهم ولا حتى أسرهم وخصوصاً للي توفوا وإن رجعنا لموضوع خطة إلغاء نظام الكفالة فالعلمكم لها أكثر من ست سنوات يعني من عام 2014 وهم ناوين يبدون فيه واستمرت المماطلة مع الحكومة القطرية وما قامت تنافذ أي التزامات وخصوصاً بعد الضغط الهائل اللي عليهم من المنظمات في عام 2017 بحماية العمال الوافدين من انتهاكات وعدم تسديد الأجور وخصوصاً نظام الكفالة اللي كان لابد أنهم يلغونه لأنه كان مرتبط بتأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل أو الشركات اللي يعملون معهم ولي طارت هالانتهاكات وتأخر الأجور وعدم تسديدها للعمال في وظائف عديدة واللي وضع هالعمال الوافدين بين نارين أما أنهم يعودون بدون أي مبالغ ودفع مستحقات وخصوصاً أن العديد منهم متأخر لشهور طويلة وصرت الأكثر من ستة شهور أو أنهم يخضعون في تكملة العمل مع دفع الأجور المتدنية وبشكل مجزة بدلاً من إعطاء المستحقات كاملة لعلهم ينجزون ويعودون لأوطانهم ولا شك ولا ريب أن اللي جالس يحصل لهالعماله أمر ما يسكت عنه وبذات مع المجتمع القطري اللي أكيد ما يرضى بهالانتهاكات اللي جالسها تصير وفوق هذا كله البلاوي اللي تبي تيجي من هالمونديال تجعلهم إن شاء الله ما يحضرونه وعساه إن شاء الله يتم سحبه ونقله لدولة أخرى بالذات بعد هالانتهاكات وفضائح الرشاوي وما قعدت على هذي بس بل تقنين الخمور والشذول في دولة مسلمة وبين شعب محافظ لكن شاركوني أراءكم واختراحاتكم في خانة التعليقات وياليت ما تنسون تقيمون المقرع بالضغط على زر الإعجاب والإحاب يدعم القناة تقدر يشترك فيها وحب ذا تابعوني على باقي منصات هواصل الجماعي حتى نتمكن في رفعه على الفرد والمجتمع على كافة المجالات